الدواء من أساسيات الحياة مش رفاهية خالص وبالتالي أي نقص أو أي خلل في منظومة الدواء ومنظومة توفيره بيعمل أزمة في المجتمع عشان كده لما الموضوع بقى أثر وعميق ومؤثر على حياة الناس بدأت الحكومة تتحرك بكل قوتها حجم النواقص في قطاع الدواء المصري كان وصل ل580 دواء اتوفر منهم تقريباً 470 دواء ولسه في أزمة في 110 دواء شغالين على توفيرهم وهذا ليس كلامي ولكن تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في زيارته لمصانع الأدوية في مدينة 6 أكتوبر عايز أقول لكم أنه أزمة الدواء في مصر مش متناسبة أبداً مع تاريخ مصر في هذه الصناعة صناعة الدواء في مصر دي صناعة ممتدة لأكتر من 100 سنة مصر بتنتج 91% من الأدوية المطلوبة في السوق خاصة أن فيه مصانع كتير بتدخل الخدمة طول الوقت كل شوية وآخرها 15 مصنع جديد آخر 3 سنين مصر فيها 172 مصنع للأدوية 120 مصنع لمستحضرات التجميل 116 مصنع للمستلزمات الطبية غير أربع مصنع لإنتاج المواد الخام عشان كده الأزمة استغربينها أزمة الأدوية في مصر احنا استغربينها إيه السبب؟ لأننا كنا زمان بنروح استغدالية بنصرفها عادي ونادرا ما استغدالي يقول لنا طب فيه دواء بديل ما كناش بنتحط في المشكلة دي المفروض أن الأمور بتتحسن مش بتتراجع طيب واضح أن فيه تحسن شوية في المشهد ولكن لسه الحل الكامل محصلش احنا دلوقتي قدام خطوات مهمة بنشوفها والمفروض أنها تفك خيوط الأزمة وتمنع تكرارها فهل اللي جاي هو إزالة كل الأسباب وأثار الأزمة؟ خلص نعطي الدواء اللي ما بيعتها بتعدي 3 مليار دولار تجاوزت المطب الأخير؟ يا ترى هل تصدير الدواء جزء من أزمة توفيره داخليا؟ وإيه القواعد اللي بتحكم تصدير الأدوية المصرية؟ وإمتى مصانع المواد الخام المحلية تاخدنا خطوة قدام؟ هل الأسعار هي سبب الأزمة؟ عن الأدوية اللي هي سلعة شديدة الأهمية وسلعة حتمية جدا لكل المصريين خصوصا لدوي الأمراض المزمنة هيكون حواري النهاردة مع ضيفي العزيز دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أهلا بحضرتك دكتور علي منوارنا بداية كده حضرتك قولي يعني تاريخ مصر إيه في صناعة الأدوية؟ مكانة مصر إيه في صناعة الأدوية على مدار تاريخ؟ أولا مصر يعني يعني الحمد لله ده فضل من ربنا نحن أساسا في التلاتينات طلعت حرب باشا عمل نهضة اقتصادية كبيرة منها تبنى توطين الصناعة عن طريق بناء مصنع دوة تابع للدولة اللي هو مصر للمستحرات الطبية ده تابع للدولة بعد منها في ستينات كان رئيس راحل جمال عبد الناصر حصل أن أحدى الدول الكبرى منعت عن مصر الأسبرين الأسبرين أه فكان وقتها الأسبرين كان اكتشاف كبير يعني فخد قرار بين المستشارين أنه إحنا هنعمل مصانعنا وعمل مصانع شركات القبضة اللي هي شركة السيد والنيل ومنفيس وشركة الناصر الكيميائيات وشركة الجمهورية وشركة المصاريات الجارة الأدوية عملها ليوطل لتوطين هذه الصناعة وفعلا هذه المصانع كانت بداية قوية لتوطين حقيقي لصناعة الدواء اتبنى بها خبرات هذه المصانع هذه المصانع عاشت يعني وفرت لمصر وللدول الأفريقية والدول العربية والشرق الأوسط للدواء سنين في الستينات المناطق دي كلها ما كانش تسمع كان قليل أوف دول العالم بيسمع عن صناعة الدواء احنا كان عندنا صناعة وصناعة قوية بدأة من الستينات بعد كده بدأت تخش بقى الشركات المساهمة في الانفتاح تخش وتاخد الكوادر الموجودة في مصانع الوطنية الى تنتقل الى الشركات المساهمة الجديدة الصناعية الجديدة اللي في الدواء بدأنا نتوسع في المصانع احنا كان عندنا تصدير في الدواء تقريبا ما كانش فيه دولة بتصدر لإفريقيا ولا الدولة العربية ولا الشاق الأوسط غير مصر وبعد كده بدأ المنظور لصناعة الدواء انه هو بعض اجتماعي للبلد مش بهدف التصدير وبالتالي لم نهتم بالتصدير فده خلق مساحة للدول المنافسة اللي حوالينا انها تدخل وتاخد مكانتنا هناك هو فكرة منظور انه الدواء ليه بعض اجتماعي ده يمنع التصدير يعني ليه ما اقدرش امشي في الطريقين بنفس القوة هل عندي مشكلة ان انا امشي في الطريقين بنفس القوة ان انا وفره للمصريين وان هو ليه بعض اجتماعي طبعا وفي نفس الوقت ان انا ما سيبش السوق بتاعت التصدير واسيب المساحة للمنافسين بتوعي ما ده حضرتك ده اللي حصل ان فترة انتقالية بتاعت شركات القبضة اللي فرش قاعدة للدول المصري في افريقيا وفي الدول العربية الشركات القبضة الشركات القبضة دي هي اللي عملت اسم والناس لحد النهاردة بتحب الدول المصري وابتصق فيه من الشركات القبضة الشركات القبضة دي تم اغتزالها ان هي تبقى بس موجودة ان هي تغطي الجوة مصر التصدير بالنسبة لها ما كانش له اهمية فخدت كانت واخدة مساحات جوة الدول دي انكمشت الشركات الجديدة قبل ما تطلع النهاردة منظور الدول والتصديره لا فيه تحديات ولكن مع من 2014 قيادة السياسية حطت الدول نصب عينيها ان هو يبقى فيه تصدير ويبقى فيه توطين ويبقى فيه تطوير فمن 2014 لـ 2024 لا صناعة الدول في مصر تطورت كثيرا وطلنا صناعات كثيرة غطينا التصدير عندنا بيزيد اي نعم مش للطموحات اللي احنا عاوزينا ولكن احنا افضل من قبل كده بكتير ايه اهم الادوية المصرية اللي احنا بنصدرها اللي احنا عندنا فيها ميزة نسبية كبيرة بص حضرتك احنا متميزين بجودة صناعة ومتميزين بسعر منافس الادوية اللي عندنا يعني في افريقيا مثلا بتحتاج من عندنا ادوية للمالارية مثلا احنا من الدول اللي بتعمل الكلام ده احنا ما عندناش الحمد لله شركة دي من اهمل الوريس الراحل جمالها عبد المصر هو اسسها في هذا التوقيت بحيث هي يتبقى نواه لمصنع مواد خام انتاج مواد خام فكان بينتج مواد خام ولكن لم يتم تطويره فما زال هذا المصنع بينتج بعض المواد الخام لك انت تخيلي ان في مادة خام فعالة لعلاج السكر المانيا بتستوردها منها من عندنا ولكن هي ليست بالكم الكافي انتغطي احتياج السوق في المواد الخام لان لابد من تطويرها ولابد منك لما ديجي تطوري تبصي للجدوى الاقتصادية انا بطور عشان المصنع يكبر ويكسب مش المصنع اطوره وفي الاخر يخسر فهو الجدوى الاقتصادية اللي حد الوقتي غير مجدي ان يبقى عندك مصنع مادة خام في الوقت الحالي لظروف اقتصادية وانما هل الدولة بتجتهد ان هي بقى في توطين لصناعة مواد الخام او بتجتهد بشركات مع شركات اجنبية زي الهند والصين كنا كلمنا مع حضرتك من شهرين تقريبا وكان حجم النواقص في قطاع الدواء المصري ويوصل لخمسمية وتمانين دواء اتوفر منهم دلوقتي ربعمية وسبعين دواء ولسه الازمة نقص لها مية وعشرة دواء يتوفروا عشان يبقى تم حل الازمة كلها المشهد كان عامل ازاي من شهرين كده دلوقتي بعمل ازاي اولا هو المشهد من شهرين كان الوضع اولا ازمة الدواء نقص الدواء في مصر دي يعني ما حصلش في تاريخ مصر ازمة زي كده وده لأسبابه الأسباب الرئاسية كان فترة من فترات الدولار احنا 90% من مدخلات الصناعة بنستوردها من بره بما فيها العلبة والنشرة العلبة والنشرة دول عبارة عن ورق ومصر بتستورد الورق فلو انه دولار العلبة بتاعت الدواء والنشرة دولت احنا بنستورد العلبة الكرتولة دي والورق انه في النشرة احنا بنستورد ده تماما وانا لازم احطها في علبة ومشه طبعا وفيها تعليمات طبعا فده اساسا بنستورده بالدولار الالمونيا والبي بي سي بنستورده من بره فانت بدخلاتها والمادة الفعالة ومادة غير فعالة ف90% منها تقريبا بتستورد من بره بالدولار لو الدولار انا محتاج مثلا رئيس الوزراء كان يعني ادى تعليماته بين الدواء اولوية فكان وقت لما كان فيه تحديات فيه العملة كان بيدي الدواء اولوية فكنا مثلا بنحتاج 100 مليون دولار مثلا بيه كان من تدبير 50 ففيه فيه فجوات دولارية بتؤدي الى انه فيه بعض المواد الخامة بتبقاش لسه متوفرة بعد كده جده الدولار اصبح متوفرة النهاردة وما فيش مشكلة متاح ولكن التسعير انا تسعيرت الدواء تسعيرها جبرية وبقى ساعر تبقى للدولار لو الدولار النهاردة بقى 31 فسعري بيبقى 31 الدولار النهاردة بـ 48.5 الفرق ده كله خلاص لابد من تحريكه التحريك الدواء اه اصعار الدواء بدأ في شهر 6 الاسعار الجديدة بدأت اه يحصلها تحريك مع بداية سهر 7 بدأ الدواء ينزل بالسهر الجديد بدأت شراكات تعوض بعض الخسائر وبدأت القصة من شهرين الدنيا بدأت تنفرج الانفراجة كل اسبوع فيه تحسن فيه تدفقات ولكن نهاية الدواء بعمل خطة مدروسة عن طريق الإدارة المركزية للعمليات بانها هي بتابعة عارفة مخزون المواد الخامة موجود ايه في المصانع رصداء وبتابع الانتاج وبتشوف كميلا اللي هي هتمتج قد ايه طريقة توزيحها في السوق النهاردة بدأ المنزل اوزع عشوائي لا بوزع بطريقة مدروسة بشوف المحافظات اللي فيها عجز في الدواء بدخها في الاول بعمل توزيع افقي للصيدليات لو قلت كل صيدلية خمسة الكبير زي الصغير بياخد خمسة يبقى انا بنتشر اكتر متوفر في كل الصيدليات فالتوزيع الحمد لله ماشي كويس الناس بدأت تحس بانه موجود الادواء موجودة ومتوفرة الحاجة اللي كانت واضحة في الشهرين اللي فاتوا ازمة انسولين اه ازمة الانسولين دي كانت مشكلة كبيرة الفترة اللي فاتت واضحة جميل حلناها بس حضرتك انا اول حاجة انا بحابب يعني احيل دولة رئيس الوزراء على الزيارة اللي عم برح عملها في 6 اكتوبر لمصانع الدواء في مصر واحدة من المصانع اللي زارها مصطع الانسولين المصري وده مهمة جدا وده رسالة قوية جدا ان مصر بتوطن صناعة الدواء الانسولين توطينه في مصر كان بتكلفات رئاسية لتوطين صناعات منها الانسولين فحنا عندنا مصنع الانسولين موجودة مصنع الانسولين مصري بيغطي احتياجات الدولة المستشفات الحكومية بقى وزارة الصحة تأمين صحي مستشفات العسكرية مستشفات الجماعية من الانسولين المصري فكده ما فيش مشكلة بالنسبة بالنسبة حوالي 90% والعشر في المية بتبقى حاجات مستوردة سوق القطاع الخاص مبني على الأدوية الانسولين المستوردة فاللي حصل من إحدى الشركات الكبرى في صناعة الانسولين حصل لها مشكلة بره في أوروبا المصنع نفسه فده انعكس بنقص في مغزون استراتيجي للبلد في الانسولين ونقص ده ما كملش حوالي إسبوعين أو ثلاثة ولكن الدنيا كانت يعني فيه زعاجة كبيرة لنقص الانسولين من واحد تمانية لحد النهاردة إحنا في آخر تسعة تم ضخ فوق المليون عبوة من الانسولين المستورد بكميات كبيرة موجودة في كل الأجزخانات الناس تقدر تاخده في عز الأزمة كانت نسولين الدولة حطها في صيدلياتها اللي هي صيدات الإسعافة اللي هما 13 صيدلية منتشرة على مستوى الجمهورية 13 صيدلية دول أنا بدل مجي من الصعيد لوسط البلد في الزحمة من مكاني باتصل على الرقم اللي هو 166-82 166-82 ده اتصل على الرقم دعم لإيه؟ خط الساخن لصدرات الإسعاف 166-82 182 أكلمهم أسأل على الدو تسأليهم وتقولي لهو فين أقرب صدرية أنا في اسكندرية هاجل قاهرة عشان أخذه لأ عندك في اسكندرية فيه إسعاف فيه في قصود إسعاف فيه في 13 صيدلية إسعاف منتشرة على مستوى الجمهورية 166-82 ده الخط الساخن لصدرات الإسعاف تبعا للدول محطوطة فيها كل الأدواء النقصة موجودة هناك القصة هنا في أنه الناس ثقافتها في الدول موجود أو الدول اللي موجود في الإسعاف في وسط البلد فتلاقي زحمة أو طوابير دون داعي فيه صدرية الإسعاف في الأمرياء فاضية ما عندهاش حد حدش يعرف فالنهاردة لما بتتصل بتعرفي موجود فين وبتعرفي أقرب صدرية إسعاف ده خط خط التاني أنا هيئة الدواء في رقم اللي هو 15-301 15-301 هيئة الدواء المصري 301 301 15-301 الخط بتاع هيئة الدواء ده أنا بتصل بيه بقوله أنا ساكن في الحتة الفلونية بحتاج الدواء الفلاني هو بياخد بعيناتي بيقولي الدواء الفلاني ده أقرب صيدلية لك في المنطقة إيه لأنه هو بس مش موفر في الإسعاف موفر في معظم في كل منطقة مجموعة من الصيدلات هتلاقي فيها دواء موجود هيئة الدواء عرفها وبتتابعه وبترقبه وبتشوف حركة الدواء فيه ايه بحيث أنه هو أقرب صيدلية لك هيقولك موجود فيه عندنا كده الخط الساخن بتاع صيدليات الإسعاف والخط الساخن بتاع هيئة الدواء المصري الخط الساخن بتاع سدلات الإسعاف كم؟ 166-82 والخط الساخن بتاع هيئة الدواء المصري 15-301 يبقى عندي اتنين خط ساخن كتبناهم على الشاشة قدام حضراتكم يأما بنكلم ده أو ده أو ممكن نكلم من الاتنين ونشوف أقرب سيدالية لينا بدل ما تعب أدور وليفه وكده بيتالي في بقى معلومة تانية أنا رحت سيدالية وسألت على الدواء التاني الرجل قال لي مش موجود فبتصل على هيئة الدواء قال لهم أنا ساكن في الحتة الفرنية وبساعد الدواء الفرنيني وسألت السيدالية الفرنيني هم هيئة الدواء بينزلوا وبتحققوا بيشوفوا موجود مش موجود ولو السيدالية مخدش حصته بيرجعوا للموزع وبيسألوا له قل لي انت ريه ما ديتوش حصته بحيث يبقى ضابط السوق ويبقى الدنيا منضابطة القصة هنا هيئة الدواء أضارت الملف الشهرين اللي فاتوا بطرق احترافية كويسة لسبب في وقت لما بيحصل نقص في السوق وضخل من الكميات من الأدوية فيه ناس بتاخدوا بتخزن وتبدأ تبيع سوق سوداء فهيئة الدواء كسرت الحلقة دي بحيث يبقى فيه توزيع عادل وكسرت حلقة السوق السوداء حضرتك كلمتنا عن الأنسولين ايه أدوية الأمراض المزمنة التانية اللي دلوقتي لست فيها مشكلة لا هو فيه الأدوية معظم الأدوية كان فيها مشكلة مثلا أدوية الضغط أدوية السكر أدوية الكوليسترول أدوية المضادات الحيوية وكان فيه أدوية الحساسية دي معظم الأدوية اللي كان فيها مشاكل النهاردة معظم هذه الأدوية موجودة وهذه الأدوية أهم ما في الموضوع ان احنا ما نخزنش ما ننزلش نلم الدواء من السوق عشان نخزن موقف من مواقف الظريفة اللي حصلت معايا من أسبوع مريضة عندي بتاخد دواء للضغط مستورة فكانت مجمعة من الأجزخانات مجموعة من الدواء للضغط المستورة ده فجات للأجزخانة بتقول لي والله أنا استخدمت الدواء المستورة ده وبعد كده الدكتور بطلهولي فعندي شوية علم بقت تاريخا ته فهي خزنت الدواء تاريخا ته وفي نفس الوقت حرمت الناس تانية من الاستفادة طيب حضرتك يعني فتحت ملفة مهمة جدا موضوع تاريخ الانتهاء أو تاريخ صلاحية الدواء الإكسباري ديت يعني لأنه طبعا احنا كنا الفترة اللي فاتت في أزمة أدوية وكنت أنا محتاجة بعض الأدوية ولقيت التاريخ الانتهاء بتاعها عندي انتهى فبصيت وقريت قعدت أرى كده في بعض المجلات اللي ليها ثقة العلمي مش كلام السوشال ميديا والمواقع الإخبارية العادية وقريت أن في بعض دراسات بتقول أنه ممكن استخدام الدواء بعد انتهاء تاريخ صلاحيته بفترة معانة لو تخزينه صح لو تخزينه صح بصي هو الدواء التاريخ الصلاحية بتعمل بناء على دراسات سبات بتتعمل على المستحف تاريخات سبات يعني يعني المادة الفعالة بتفضل بنفس نسبتها لمدة التلات سنين موجودة رقم اتنين هل المادة الفعالة دي لما بتتكسر بتتحول لمواد تانية ضرة بالجسم آه في بعض الأدوية مواد فعالة بتتكسر وبتتحول لمواد ضرة للجسم وبالتالي لابد من قياس هذه المواد الغرفة اللي اتضرة بالجسم وعمل دراسات عليها هل هي مستقرة ما بعد التاريخ ولا لا فما يدرش ننصح الناس أن هي تاخد إلا بعد رجوع إلى حد متخصص أو رجوع إلى دراسات علمية على الدواء ده لأن كل دواء مختلف تاني في ظروفه وظروف تخزينه احنا تريد تخزيننا للدواء في مصر على فكرة ما هي السليمة ده خزر الدواء ازاي؟ بص يا حضرين لا هو مكتوب على كل دواء أولا حكتين الحرارة والرطوبة يعني أنت ما تسبيش الدواء في العربية في درجة الحرارة 50 ونيجي بعد كده نقض ونطلعوا البيت ونخزنوا ونخزنوا صح أو بتكون الدرجة الحرارة أو الرطوبة عالية أو أن أنا بخزنه على بتاعه في درجات الحرارة العالية وقوله الدواء بقى سليم فيه مضادات حيوية على فكرة هي الأسبوع أو الخمسة أيام لازم يخلص فيها من ضد الحيوية منفعش أن أنا يفضل معي الإزازة السبعين 3 فعملية التخزين لا يعني لازم تكون منضبطة وأنا ما ينفعش ياخد ده منطلع الصلاحية إلا لما أرجع لحد المتخصص أو أن أنا يبقى فيه دراسات بتؤكد أنه الفعالية بتاعته وعدم الضرر فيه لأنه تكسير المواد الفعالة بيؤدي إلى مواد غير فعالة ضرة بالجسم الأدواء المستوردة برضو كان الفترة اللي فاتت كان فيه أزمة في الأدواء المستوردة لنفس السبب اللي هو الدولار الأدواء المستوردة دي معظمها لعلاج أمراض زي مثلا السرطانات والأمراض اللي هي المستعصية زي ما بيقولوا بتبقى عادة الأدواء غالية جداً وكده هل إحنا لسه عندنا أزمة في هذه الأدواء؟ الأدواء المستوردة عندنا نوعين فيه نوع من الأنواع الأدواء المستوردة اللي هو له بدائل ومتائل مصرية وهنا لابد أن احنا نقول واحدة من الأسباب اللي خلت أزمة الدواء يبقى تتفاقم أو ظاهرة واضحة هو اختلاف ثقافة المريض المصري عن دول كتير في العالم يعني في العالم كله بيبقى عندنا مادة فعالة معينة إنسان مثلا مادة فعالة برستامول البرستامول ده فيه خمسين شركة بتنتجح حضرتك قبل كده قلتلي إحنا المفروض نبيع الدواء باسم المادة الفعالة مش باسم الدواء مش باسم الدواء ده هيحل كتير من الأزمة ده اللي خلى الناس النهاردة بيبقى فيه الناس معتقدة إن الدواء اللي اسم تجاري مشهور يبقى مادة فعالة كويسة يبقى منتج كويس لا كل الأدواء نفس الكفاءة وهيئة الدواء لا تسمح بوجود دواء غير مطابق للمواصفات لا تسمح ولو دواء غير مطابق للمواصفات هيئة الدواء بتسحبه لأنها هيئة الدواء بتحلله أثناء التصنيع وما بعد التصنيع بتسحب عينات من السوق ومن المخازن وتتحلل وتأكد من كل الأدواء إنها موجودة في السوق متابقة للمواصفات أنا من مريض مصلحتي إن أخذ الدواء اللي سهره الأقل اللي تكلفته أقل تلما نفس الفعالية يبقى فرق الفلوس لما يبقى المستورد بمئة جنيه والمصري بخمسين جنيه أنا أولى بالخمسين جنيه ما هو نفس الكفاءة ليه ليه نعمل يعني مبادرة ليه ما نعملهاش اسمها رشدة الدواء المصري إنه الدكاترة يبقوا ملتزمين فيه دواء مصري فيه بديل مصري قوي إنه الأدوية الموجودة في الرشدة أدوية مصرية بصي حضرتك ده يعني فكر كويس وهو يعني بس قابل التنفيذ بصي على عكس بالعكس هي مبادرة تبقى كويسة نقدر ننفذها ولكن في شركات عندك أجنبية بفتحة مصارع في مصري فهو في حكم الدواء بتاعها ده دواء مصري إنه اللي بنتجه مصري وتسويق مصري وكده وبتاع في نفس الوقت أنا الطبيب في مصري بيبقى عنده ثقافة وأولوية للمريض بتاعه اللي هو إيه أنا فيه دواء معين أنا كتبته وعمل نتائج كويسة معايا فأنا باجي أصخ فيه وبالتالي أنا بديه للمريض ثقة فيه إنه النتائج بتاعته لأنه أنا خاف أغير في الدواء وبالتالي هنا النتجته تبقى مش إيجابية فتنعكس على صمعتي فأنا يهمني جدا صمعتي في هذا فهي عملية عادات أطباء في كتابة وثقافة مواطن في إن أنا مش عايز بديل فمش عايز بديل دي لعمل أنا عايز أحسن دواء موجود هو القصة الأدوية كلها بنفس الكفاءة إحنا حصل عندنا في مصر من عشر شهر لأدوية كلها بنفس الكفاءة ما هي ليه إحنا عندنا عقدة المستورد لأ ده دو مستورد في كزا حاجة إحنا دايما بنحب اللي هو إيه عقد الخواجة رقم اتنين فيه الشركات الكبيرة لدواء غالي لما يبقى الدواء بتاعي 300 جنيه والمنافس بتاعي بيميج جنيه فبعد شكك فيه بقى أصل الجودة أصل المادة الخام أصبع على فكرة إحنا بنجيب لكن في دواء برد بأربعة جنيه حكيت حضرتك عارفه رائع رائع نتيجه ممتازة قوي جدا يعني مش قادر أقولك كنت وانا مسافرة بأخذ منه كان وصحابي ببعيزينه أصلا بأربعة جنيه مهبوسة حضرتك لا هو الأربعة جنيه بكفاءة عالية بنفس نتيجة للدواء بخمسين جنيه بس الناس دايما بتشك في الحاجة اللي سيرها أولا طيب صراحة السيدالية بتكسب ولا بتخسر في الوقت الحالي لا السيداليات لا تحقق مكاسب ليه بصي تكلفة إدارة السيدالية بقى عالي جدا جدا من أول حاجة السيدالية لها متطلبات معينة دلوقتي لشروط التخزين هي تدواء بتفتش عليها السيداليات مطلوب منها سيدالي مدير يبقى بتكلفة عالية لازم يكون متواجد رقم ثلاثة بالنسبة لنا السيداليات النهاردة بيبيعوا الدواء بيبقى عنده دواء سي بمية جنيه وبيروح يشتريه مع تحريك السعر بمية وتلاتين جنيه بيدفع من جيبه تلاتين جنيه يعني السيدالي بيدفع أو السيدالية يعني بتدفع من جيبها تلاتين جنيه ممكن في العلبة الوحدة هو العلبة كان بيبقى طب شغالين ليه بدان بتدفعه من جيبه بص حضرتك ده سؤال مظبوط شغالين ليه طب أنا هل فيه سيدالي بتقفل آه فيه سيدالي بتقفل فيه سيداليات ممكن تتحمل شوية بيع شوية تجميل على شوية مكملات تحاول تساعد آه وفيه سيدالتنا تقدر شغال طب سؤال سؤال مهم دلوقتي احنا نقدر نروح السيدالية ناخد حقنا آه لأ طبقا للتعليمات وزير الصحة أو نقابة السيدالة لأ إلا إذا كنت واخد السيدالي أو السيدالية واخد شهادة بإنه مضرب على إعطاء الحوان قصلا موضوع إعطاء الحوان ده موضوع شائك لإنه في بعض الحالات بيجي لها حساسية فلابد تكون أنت بتدي الحون في مكان مجهز أقدر أدي فيه بقى وعمل اختبار الحساسية أو مش اختبار وبس اختبار لأنك برضو ممكن تعمل اختبار والحالة يبقى عندها حساسية ما تظهرش فلابد يبقى عندك إمكانيات مجهزة أكسجين وعندك كورتزون وعندك حون حساسية حاجة تتلحق بسرعة في الوريد فهنا الصادرات لو هي مجهزة بكده ماشي مغير مجهزة ولكن احنا لا ننصح بيتعال حون في الصيدالي طيب صح ولا غلط أن الصيدالي يدي دواء لمريد داخله يقول له أنه تعبين عندي كذا كذا والصيدالي يكتب له دواء أو يطلع له دواء من عمده تبقى لقانون مزولة المهنة 127 لساة 1955 الصيدالي من حقه أنه يدي أدوية مدي مديله حاجات معينة الصيدالي يقدر يوصفها دون وصفة طبيعة رقم واحد رقم اثنين حاجات معينة تشمل مضاد حيوي تشمل حؤن لا هي مش مضاد حيوي ولا حؤن ولكن هو في حاجات مسكنات في حاجات الحاجات اللي هي اللي هي اللي هي حساسية بتاع ماما إنما مثلا ده ضغط ده سكر وده كلسترول ده طبعا محتاج لعياد النقطة المهمة وانا كسيدالي انا بقى مارسها وانا بحب مهنتي اول في حاجة اسمها تفاعلات دواء في حاجة اسمها جرعات دواء ده تخصصي انا للطبيب بيبقى كاتب رشدة واقدر اقايم هزير رشدة هل هي تتناسب مع هذا المريض ولا لا ومن حق والقانون الدين الحق في هذا كسيدالي إن راجع الطبيب واحنا بنعمل كده في حالات كتير وحالات يعني تقول المريض اتكلم للدكتور بتاعك ايوة يا دكتور راجع راجع الدواء ده بعد ده ما ينفعش جرعات يعني اه اما دكتور بيكتب صنف من اصناف الادواء اللي هو بنسميها كينيلونز اللي هي الادواء المجموعة اللي نضح هو دي دي من نوع عطاء الأطفال لأعمار اقل من 18 سنة ولاي طبيب كتبها لعشر سنين راجعوا اللي ما راجعوش صحيح اقوله ده كينيلون ده مفروض ما يكتمش لما يبقى عندي دواء بيتاخد للسيولة وبيتكسر في الكبد وبياخد دواء تاني بيقلل تكسيره في الكبد وبالتالي يزود للسيولة والمرض يموت لازم راجع الطبيب اقوله لا ده فيه تفاعل بينه ده دورك الصيدالي في الاخر امتى المشهد في صناعة الدواء في مصر يتحل تماما ويبقاش عندنا اي نقص في اي دواء بيحتاجه المواطن المواطن تبقى لتصراحات دولة رئيس الوزراء في اللقاء الامس انه هو بنهاية قدامنا شهر بإذن والأزمة تنتهي على فكرة أزمة النقص هي ظاهرة هي كبيرة في مصر دلوقتي ولكن هتتقلص لكن لن تختفي مية في المية لان دي في الاخر صناعة ودايناميك ممكن مصنع من المصنع زي ما حصل في مصر الانسرين بره حصل لعطر قصر على دول كتير منهم مصر فوارد ان يحصل غزمات بس مش هتبقى بنفس الحاج اشكر حضرتك شكرا جزيلا ويا رب كده يعني المشهد في صناعة الدواء في مصر الفترة الجاية بعد يعني كلام رئيس الوزراء مبارح يبقى يعني يشوف نتائج بقى فعالة على الارض الدواء المصري طول عمره دواء قوي جدا وبنفخر به وبنبقى والله بره مصر فخورين جدا واحنا بيطلب مننا هتقولنا الدواء ده معاك وعايزين الدواء ده والحقيقة طول عمرنا فخورين بالدواء المصري ولازم كل مصري يعرف انه الدواء المصري بتاعك فعال جدا والناس بره بيطلبوه وبيطلبوه جدا وبييجوا مصر علشان كمان سعره حلو بيشتروا منه يعني كتير فلازم نشجع احنا كمصريين الدواء بتاعنا ونتاجه اليه ويا رب كده ما يبقاش فيه مصري محتاج دواء اصلا هنخسركوا كم هنخسركوا شايدين نحتاج الدواء هناخد من عندكم فيتامينات وخلاص اشكر حضرتك دكتور علي عوف رئيس شعبت الأدواء بالاتحاد العامل الغرف التجارية نورتنا في مصر بديدة اشكركم شكرا انجزيلا بكرا مصري بديدة ان شاء الله